نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمايته للمصلحة العامة للمدينة المنورة سيدنا جابر إذن سبق أو نظر إلى رسول الله وقال غداؤك اليوم عندنا فلا تخبر أحدا فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس أخوكم جابر يدعوكم اليوم للغداء مصلحة عامة إسقاط الأنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع سيدنا جابر وتغير لونه فقال رسول الله يا جابر اسبقني إلى بيتك وقل لأهلك لا يضع لحما في قدر ولا عجينا في تنور أي فرن حتى آتيكم سابق سيدنا جابر رسول الله وكان عدد الصحابة كان تمنميت رجل على ستة كيلو لحمة تقريبا ذهب سيدنا جابر إلى زوجته وقال إن رسول الله دعا الصحابة فقالت أقال لك شيئا فقال بلى قالت وماذا قال قال اسبقني إلى بيتك لا تضع لحما في قدر ولا عجينا في تنور حتى آتيكم فاطمأنت فجاء رسول الله والركب معه تمنميت رجل ووضع رسول الله اللحمة في القدر مصلحة عامة والعجينة في التنور خبز يعني ماذا حدث بعد ذلك حدثت بركة رسول الله عند المصلحة العامة وإسقاط الأنا ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تحدث بركة سيدنا رسول الله فقال رسول الله لما نضج اللحم واستوى الخبز قوموا فأكل الصحابة تمنميت رجل أكلوا وكلما غرفوا عاد المرق كما كان وعاد اللحم كما كان فأكل الصحابة وأكل آل بيت سيدنا جابر وأكل رسول الله وبقي من اللحم والمرق فضله فقال رسول الله تابعوا جيرانكم بما بقي من اللحم والمرق مصلحة عامة المصلحة الأخلاقية المرأة المخزومية التي زنت ماذا فعل رسول الله هل جاملها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخزومية كانت من أكابر القوم وجاء الناس ليشفعون لها عند رسول الله فصدروا سيدنا أسامة بن زيد لأنه من أحباب رسول الله جدا المقربين فجاء إلى رسول الله ليشفع لها فقال يا أسامة أفي حد من حدود الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها مصلحة أخلاقية عامة إذن نحن في حاجة إلى تحقيق المصلحة العامة في كل مجالات الحياة في الاقتصاد تحقيق المصلحة العامة في الجانب الاجتماعي إصلاح ذات البين واللجان العرفية واللجان التي تصلح بين الناس وبين الحصوم في الدعوة إلى الله أيضا علينا بالتضافر والتماسك والبناء للأوطان لأن بناء الأوطان مصلحة عامة كذلك رأينا الإسلام ينهى عن إهدار الماء لأنه مصلحة عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بخمسة أمدد يعني من كف متوسط يعني ملء الكفين ماء ورأينا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد الواحد ولذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد وعدم الإسراف وكلوا واشربوا القرآن قال كده وكلوا واشربوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد نشاط قلوبنا لتتصل به سبحانه وتعالى ولتتصل بسيدنا رسول الله رافضوا الوجود ورافضوا الحياة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين